سلام وشراكم شرح كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفتها اليوم روز في الفرن قغاتيني بلا بي شامل من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوهم هاد الوصفة راني متأكدة باللي راكوا رايحين تحتفظوا بها للشهر رمضان بإذن الله وصفة بزف بنينة بزف سهلة الروز يجي على حبة يجي لقغاتها هذا مش مخل داخل ما يجيش ناشف الروز تعكم ما يجيش مع الجن يجي بزف بزف بنين ويجيكم خفيف جربوه كطبق رئيسي وخليوا لي تعليقاتكم اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو تعناه كالعادة نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام هنا يا حكمة تنيجرة تعيي درت فيها شوية زيت خليته سخن شوية وعندي هنا يا صدر تعلجاج هنا الكميان توما اللي تتحكموا فيها تحبوا تديره بزف تحبوا تديره شوية كيما تقدروا تديره السدر كيما تقدروا تديره اربع السدر درت وهنا يتقلم ملح فادك الزيت اه ما حبيتش ندير له المارغارين بس كنا حنديرها بش عمل درت هنا مغرف صغيرة تعالها موتاغد وعندي فص غي وردع التوم نقلي بهم الجش تعي بش يجيني ببنين وياخد لي هدك اللون الذهابي هنا ما تكتروش لموتاغد بش ما تبنش ما يبنش لقوتحها في العصص نقليه شوية هكذا يا في هدك الزيت مع التوم حيتلق بنا هيلة توم ولموتاغد في الجش تعنا ونزيد عليه حبابصل متويس طاقتها مربعة صغر نزيد نقليها معاها هدك الجش حتى تدبال مليح مليح هنا يراني مقوية شوية النار نقلب شوية هكذا البصل من بعد نقص عليه النار بش يدبال ويطلق كامل هدك لما تتعو نزيد عليه هون مغرف صغيرة تعال الملح وشوية تأف الفل لكحل واحد ربع ملعقة صغيرة هكذاك نقص عليهم النار تماما نغطيه ونخليه يتقلم مليح هذاك اللي بصل حتى يدبال شوفوا يطلق كامل المتاع وهنا ما دلت له حتى قطرة على الماء في هذه المرحلة نضيف التوابل اللي يمشيوا مع الروز ودرت زجوري قد تعرنت عندي شوية سكنجبير شوية بركوركم منيش حبة الروز عفو ان هذا كتاعي يتلون درت شوية فلفل عكرية يعني ربع ملعقة صغيرة من كلش درت شوية فلفل عكرية حلو ودرت شوية راس الحانو تقدروا تستغنوا عليه كما تقدروا تعودوه لعندكم توابل الدجاج نمرق قبل ما سخون مليح الجاشتاعي حتى يتغطى بيامسك ونسحق لعصص ونخليه حتى يطب مليح هذاك للجاج ننجيها واحد اخرى نخليها يطب ونروح نوجد لابيش عملتها عندي مغرف كبيرة هنا يا معمرة بيانة عمرقارين خليتها حتى دابت زدت عليها مغرف كبيرة معمرة مليح تاع فارينة نقلب هكذا يا بيان هديك الفارينة مع المارقارين حتى تتحمص بتقويش بزا في النار شغلنا نطيب هديك الفارينة مع المارقارين شاركت معكم الوصفة العربية شامل يعني عدة مرات بركني نعود لكم فيها هنايا على جال يعني المشتركات اجدد لما شافوش ديجا لفيديو تاعي درت شوية ملح وشية في الفلق حل ونبدأ نضيف هنايا في الحليب تدريجيا حتى نتحصل على القوام لاني حباتو دوك في الاخر نوريكم القوام بتاع رابيش عمل كيفاش لازم يكون هنا من الاحسن وكان يكون الحليب سخون بش مايتشكلو لكمش هدوك الحبيبات يعني بش ما تغلبكمش سيناو يلا درتو حليب ها كامل من الباطا ديجا مقعد وغير تحركو ما تحبسوش كامل فوالا اهنا بنت لشوية تقيلة نزيد لها شوية حليب نسحق لها بش عمل تاعي تكون خفيفة ديروها قد ما تكون خفيفة قد ما تجيكم قد ما يجي القغاتا تاعكم يجي خفيف ويجي مشمخ بيان فوالا هدا هو القوام اللي يعني حباتو نخليها بجيه فيلمي وها غطيوها بابي في المون كونتاكت وخليوها تحبو تضيفو لها جبن أبيض ولا جبن مبشر كي ما حبيتو انا مدلت لهاش يعني مع الوال من بعد ضفت لها وحكيلت حباتها كموثلاتات تاع الجبن اهنا يا لاسو ساعي راهي وجدة ما خليتهاش تجمرت يعني قيس ما طاب برك هداك الجاج مليح نحيتها عني نمر لكم هنا في الروز اللي استعملت درجوش كيسان من روز باسماتي استعملت هاد لا مخك واحد الوقت كان شوية عيان دو كاسافر او تسجد مش ما تقولوا ليش بس كي قلتين ناديجا مالهو شو مليح دو كاتيكي سجمو عاوتو اللي تنشره في نفس القدرة اللي طيبت فيها الجاج بلا ما تكترول مماعا نروح نطيب الروز بهاديك لاصوس اللي طاب فيها الجاج باش ما يجيكم شو الروز صامت من الاحسن ما تطيبوش اللي ما ديرو بها الطريقة بش يجي بزف بزف بنين اهنا قدرت زوش كيسان روز مع 4 كيسان تاع لاصوس مع مرين ملح يعني ديرو القيس سوا سوا وهدك لاصوس اللي بقاتلين خليها دوكو تيدي فو الروز يجي شوية يعني يشرب هدك لاصوس ويكون ناق شوية قياب نزيد له شوية خير ما نزيد له الماء اهنا ولا شتولة يعني لاصوس عكم شوية والروز كتر منها تقدروا تكملوا هدك الباقي بالماء قدرت هنا بركش يامل حفلاصوس بس ما يجي نشره الصامت وغطيت عليه وخليته على النار قليلة حتى شرب كامل هديك لاصوس وشنو ما تخلي وهش ينشف بزف غير يشرب هديك لاصوس واللي ونحيوه دي راك تعمو هاوليك فوالا شوفوا كيفاش يجي 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 حبب حبب ما تخلي واش حتى نشف بزف ملتحت ويدير هدوك الفوقاعات بس كويني حندخلوا للفر ويزيد حيكمل ينشف الفرن وفي نفس الوقت ما تخلي واش بزف مشمخ بلاصوس نجيب البلاء اللي يدخل للفرن الأحسن يكون عالي شوية دهنته دهنه خفيفة بالمارغالين مش ما يلسق ليش الروز في الجوانب ونبدأ نمنطي في القغاتان تعي درت هنا يا تبقى تعالروز كما راكو تشوفو وفي الوسط اح ندير هدك الجج ليفتتو بون هدك الجج بعد ما طابران يفتتو يعني ما حبيتش نطول عليكم بارك الفيديو نوري لكم كيفاش فتتو باين فتتو عادي درت شوية من هدك الجج فوق الروز نزيت هنا يا نشمخه بشوية بارك من هدك لابي شامل قطلكم هنا يا درت لها شوية تعجب ان تعلمو تلاتت درت بحت لتحبات هكذاك بارك باش تجيني بنينه نزيت نغطيهم بتبقى واحد اخرى تعالروز وش حال يجيب بنين هاد الروز ماذا بيا اه تجربوه وكل عادة اعطيني اه رايكم فيه وخليولي تاريقات في اليوتيوب يعني تحت الفيديو ولا اه خليولنا اه تطبيقات في الجروب فيسبوك الانستغرام تعالي تلقاوه في صندوق الوصف كملت كامل هدك لابي شامل والجاج اللي بقالي من الفوق يعني درت الروز درت تبقى تاع البولي درت فوق هدك لابي شامل ونزيد هنا شوية فخومة جغابي من الفوق انا درت شده اه باش يعطيني هدك الدوغي هدك الشباب من الفوق وندخلهم يطيب وفيه فرن منسخن على ميتين درجة خليتهم ملتحت يعني خليته طب واحد لعشر دقايق هكدك ملتحت مشي بزاف ولا اقل من عشر دقايقها وتشعلت له الفرن طفيت ملتحت شعلت من الفوق خليته اخدا هديك التحميره وخرجته يعني كل شو طيب سيبال تخليوه مدة طويلة في الفرن بش ميجيكم شروز ساعكم ناشف وهنا يعني رايحة خليته شوية واحد لفا مينوتو هكاكولا ان كاردور بس كو كان بزاف سخون ولا بيش عمل تكون سايلة شوية خليته شوية يعني يحكم روحه ونجي نقسمه لكم هنا بش ميجينيش سايل جا روحة يعني ريحتو دوقو وشكلو بزاف بنين هكدا كو ما زالوا سخون كي ما تعرفو روز وولا بيش عمل سختول اقراتها هادو ما يشدو سخانو هناني نوري لكم فيه شوفوا كيفاش هاداك الروز يجي اه يجي حباب حبا شوفو ما لغي كو دلت لولا بيش عمل يعني تبقى فلو وسط تبقى من الفوق هكا كو ما جاش اه حاكم روحه يعني يجي اه قوت لكم هايل هاد الروز اه اه بهاد الطريقة هادي يجي مشمخ الداخل هاداك الجاج يجي بزاف بنين فيه وعلى هناني نقرب لكم بيش شوفو ندوقو بزاف بزاف بنين ان شاء الله هتجربوه انتو متاني اه وينال اه اعجبكم وما تنسوش دلولي جام او باختاج الفيديو ولي اول مرة تشاهد قناتي انقلها فضلا وليس امرا ندر ابوني هكدا بش داي من يلحقوها الفيديو جديد تاعي هناز قربت لكم الكاميرا بش يوفو بيان يعني شوفوا طبقات تاع الروز لداخل شوفوا كيفش يجي فخسي لداخل ويجي مشمخ ويجي خفيف بس كلا بيش عمل درناها خفيفة من اربع الوصفات اللي ممكن جربوها تاع الاروز قغاتيني في الفرن هادي هي ديروه بهات الطريقة كيما درته لكم انا رايح يجيكم دحفا هبلوا عليه في الفتار بزاف عجبوهم اه ما مولا ديك لا وهه ادلب له هدا يا رايحين يحبوه اه الكبار والصغر المقادر تلقوهم كل عادة تحت الفيديو اسفل الفيديو اه في صندوق الوصف وتلقاوا الروابط على القروب فيسبوك تاعي ولا انستغرام اشرفني اشتراككم ونقولكم ما تبقوا على خير وانتلاقوا في وصفة اخرى ان شاء الله سلام اشتراك مونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو